يبحث عن مدخل في هذا المبنى يريد الدخول إليه ولا يجد إلى مبتغاه سبيل يرغب في الاستمتاع بأجواء البحر كغيره إلا أن هذا هو الحد الأقصى الذي يمكنه بلوغه في هذا الموقع يبحث عن موقف لسيارته يقترب به من مقصده ولا يجده فالمتاح نفد في كثير من الأحيان نحن نصادف كثير من المأوقات التي تعيق ممارسة الشخ ضوي لعاقة في ممارسة حياته اليومية وتتمثل في بعض الأحيان عدم وجود المنحدرات التي تساعد الشخ ضوي لعاقة للدخول في بعض المرافق أو في كثير من الأحيان توجد منحدرات ولكنها لا تراعي معايير التطبيق الوصول الشامل للشخص ضوي لعاقة أيضا نهيك عن الشواطئ والأماكن الترفيهية والمنتزهات اليوم الشخ ضوي لعاقة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا بفضل الاهتمام الحكومي قادر أن يمارس حياته أصبح يقوم بقيادة السيارة أصبح عنده أسرة كيان لذلك من حقه أيضا يمارس حياته الطبيعية في كل المجالات وفي كل الأماكن بدون عوائق يرغبون ويتطلعون ويبحثون عن ما يزيل العقبات لممارسة حياتهم بشكل طبيعي إلا أن التحدي الذي يستوقفهم أن بعض المباني غير مهيات بما يتناسب مع إعاقتهم ما يستدعي توفير الاشتراطات الواجبة في المرافق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تخطيط المدن يلعب دور حاسم في خلق مجتمعات تناسب الجميع من فيهم الأشخاص طوي الإعاقة طبعا لما يكون التخطيط شمولي ويراي احتياجات الأشخاص طوي الإعاقة هذا يعزز الوصول الشامل بالنسبة للأشخاص طوي الإعاقة فيما يقص التحقيق الاشتراطات الفنية للمباني الوصول للمرافق العامة والمنتزهات والمرافق السياحية أيضا فيما يقص منظومة النقل تكون فعالة ووسائل النقل تكون تلائم وتناسب احتياجات الأشخاص طوي الإعاقة وأيضا تعددها تناسب مختلف المجتويات من الإعاقة على هذا الأساس حرصت الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في تضمين احتياجات الأشخاص طوي الإعاقة في بنود سياساتها طبعا طريقة مباشرة وغير مباشرة من الإيمان بأن كل ما وفرنا احتياجات الجميع في المدن هذا ساعم في تحسين جولة الحياة بشكل عام فهم عميق باحتياجات ذوي الإعاقة والسعي لتوفيرها بما يلبي تطلعاتهم يحدث فرقا كبيرا في نشاطهم واندماجهم مع المجتمع أن توفير الممكنات للأفراد من ذوي الإعاقة بات من الأهمية وذلك كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فضلا عن الآثار النسية الإيجابية لوجود تلك الممكنات يجعل من ذوي الإعاقة يشعر بالاستقرار النسي ورفع مستوى الثقاب النفس ورفع مستوى الدافعية للبدء بالمهام التي يريد أن يقوم بها منها القيام بالأنشطة والفعاليات وأيضا إنجاز كثير من مهامه هنا بين رويقة كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس نموذج لتسهيلات سخرت لخدمة ذوي الإعاقة تمكنهم من التنقل والحركة بسهولة فالعلامة التوضيحية على ممرات الأرضية ترشدهم للاتجاهات وصوت التسجيل في المصاعد الكهربائية يعينهم على سلاسة استخدامه إتاحة مزيد من الخيارات التي يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة منها أطفالاً كانوا أم كباراً حق لهم لذا ينبغي التأكيد على سياسة التخطيط العمراني والبناء وفق ما يتيح للجميع استخدامها خدمة أو ترفيه انتصار بنت حبيب الشبلية محافظة مسقط ترجمة نانسي قنقر